مع خروج عشرات الألاف من العراقيين لتظاهر في بغداد تخرج مناطق أخرى في جنوب العراق احتجاجاً على إخفاق الطبقة السياسية العراقية في توفير الخدمات الأساسية والحد من البطالة والفساد الاحتجاجات عرفت حملة قمع سريعة وعنيفة مما أصفر عن مقتل أكثر من مئة محتج وكانت وكالة رويترز قد نشرت تقريراً يغطي أكثر من أسبوع من الاحتجاجات يؤكد أن ميليشيات مدعومة من إيران وزعت قناصة على أسلح المنازل في بغداد لقتل المتظاهرين عمداً من أبرز مشاهدة تظاهر التي لفتت الانتباه كانت في محافظة ذيقار التي يمكن أن نلاحظ فيها متظاهرين يرددون أناشيدة مناهضة للسلطة القائمة والتي يرى مراقبون أن إيران ووكلائها يخشون تأثيرها ويعتبرونها أخطر حتى من رفع علام داعش لأنها تسحب البساط من الوصاية الإيرانية وأذرعها على العراق والمنطقة ما رأينا يؤكد أن الشعب العراقي لم تعطنطل عليه لعبة طائفية التي تبثها إيران ولم يعد يقبل بالتحكم فيه والتآمر عليه من قبل إيران من خلال اللاعب على وتر أدين إضافة إلى ذلك صار واضحا انحياز الزعامات الدينية في العراق إلى جانب احتجاجات الشعب العراقي ويشجعون عليها ويدعمونها وهذا يكشف الفرق الواضح بينهم وبين نظرائهم في إيران لجل الدين الكبار في العراق يؤيدون وظيفتهم الأصلية أما في إيران فإن وظيفتهم الأساسية التحكم بي السلطة والشعب ويريدون توسيع ذلك لتسلط على العراق وشعبه من هنا بروز الرسائل التي وجهتها بعض الأوساط الدينية أبرزها المرشد الإيراني علي خامنئي حيث قالت له أنت تعلم كما يعلم غيرك أن العراق وشعبه أصيل عليكم وعلى غيركم ولا تستطيعون الاستمرار بأفعالكم هذه وتصدير ثورتكم الفاشلة لشعبنا وتعلمون كذلك أن شعب العراق لا يحتاج إلى قيادتكم وتوجهاتكم وثوراتكم وأن شعبنا هو جميل وملتحم بكل أطيافه وألوانه الجميلة وهو واحد موحد بوطنيته وأشرت الأوساط كذلك إلى أن بعض القيادات الدينية سيست الدين وارتمت بحضن الغريب وكان ولاؤها لغير العراق ويذهب الكثير من المحللين في تعاطيهم مع تحليلات الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط إلى الاعتقاد بين الاحتجاجات التي تفجرت في العراق وإن حملت نفسا مطلبيا اجتماعيا إلا أنها تعبر في نهاية المطاف عن رفض شعبي لتواصل المشروع الإيراني الذي أفضى بالنهاية إلى تحقيق وضع اقتصادي مترد ومهما كان ما ستقود إليها الاحتجاجات في العراق فإن إيران تخشى كل الخشية من رؤيتها يكل قوتها تنهار أخيرا تظهر الاحتجاجات الأخيرة أن قوة إيران أكثر هشاشة مما يتصور العالم ولهم من ذلك يجب أن تذكرنا بأن العراق يرفض وصاية إيران ويحملها مسئولية المآسية التي لاحقت أشعب العراقي ولا زالت تلاحقه